طيب وإيه المشكلة لما الستة تنزل تشتغل كده وتبقى لطيفة ويجيب حاجاتها كده إيه اللي بيغيز الراجل؟ يعني ليه هو؟ ليه علاقة سامة كده؟ يعني ليه كابتها؟ وليه دايما نكسر نفسها؟ اللي هي ما تشوفش؟ وما تشوف الفلوس لأ وما تشوفش رجالة غيري وما يبقاش حد يقولها كلمة حلوة غيري أنا عارفة يعني أنا عارفة الرجالة دي دكتور ليه؟ يعني ليه هو بيبقى كده؟ وممكن يبقى أخد واحدة على الأد حالها هو برضو نفس المستوى بس اللي هو هو يطلع بس هي ما تطلعش يفضل عارف أنت إيه اللي هو الأد اللي هو بينقط لها يعني بدل ما يديها مثلا ربنا كرم ويديها ألافات مثلا تجيب حاجة ولا بالميات برضو يعني الشخصيات دي دي تربية يعني هل هو متربي شايف أبوه بيعمل كده؟ يا إيه؟ يعني هو ليه بيطلع شخصية عجيبة كده؟ يتفع على الحاجة العلاقة هتخد دايما الشخص اللي بيتتسم بالعلاقة السامة هو عايز طريق وان وي بس زيهاب بس بالعودة الزيهاب ليه ما فيش حاجة كلمة بعديه عشان كده دا 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 احنا بنقوله فيه علاقة طبيعية علاقة صحية بين طرفين هات خد ليك فرصة اللي انت تعترض وحقك وانا ليه برضو فرصة اللي انا اقول اللي انا عايزه هي دي العلاقة العادية دايما الشخص اللي بيصاحب شخصية أو علاقة سامة دايما فعلا زي ما حالك قلت كده الدور البيئي ليه دور كبير جدا مسيطر عليه لانه ممكن يكون ناشأ في اسرة فيها الجو التسلطي دا فيها العلاقات السامة دي بين بابا ومامته بين بابا ومامته واخواته فهو دا تلع المعتاد بالنسبة له فييجي يغير اي حد يحاول يغير مبادئه اللي اتعاود عليها يقولك لا انت اللي غلطان العلاقة دايما بتاعتي انا انا اللي بفرد كل حاجة والطرف التاني لا ما يفردش اي حاجة انا اللي بدي كل حاجة وبالتالي دا بيستنزف كتير جدا من طاقة الطرف التاني بيستنزف فعلا هو بتعافي لما حد يصمم بسين صغير كده ويعمل لك مية بيقولك عوم فيها طب انا عايزه عوم في البحر يقولك لا هو ده ده المكان بس اللي انت تكون فيه علاقة معي غير كده مرفوض وعشان كده دايما بنتدي نصايح كتير كتير اللي احنا نبعد عن السلبية لان الشخص صاحب العلاقة السامة بيصدر السلبيات دايما اه يعني انا لسه اريم مقالم بيرح اللي هو مصاص الطاقة صحيح مصاص الطاقة زي مصاص الدماء كده فامباير اللي هو فيه فعلا الشخصيات التوكسك السامة دي بيقعد يمتص طاقتك يمتص نفسيتك يمتص الباور اللي انت بتديهول يمتص كل حاجة حلوة فيك لغاية ما تحس فجأة تلاقيه ست كبرت عجزت عينيه على طول حزينة على طول مش مبسوطة ما عندهاش نفس تشتغل مش قادرة تربي عيالها مش قادرة تعمل صحاب جداد مصاص الطاقة ده هل ده نفس برضو يندرك تحت الشخصية السامة لطاكسك ده اه ده بيسحب الطاقة الإيجابية اللي عندها وكل سماتها الشخصية الإيجابية اللي مساعداها على الحياة بشكل يتسم بالصحة النفسية ويغزيها بقى بمفاهيم سلبية وده دايما اللي بيخلي ثقة الزوجة بتضعف يغزيها بقني مفاهيم بقى بوستقولها حضايا كحاجة بحنا خلينا متفقين الأول إن الشخصية التاكسك السامة دي أول حاجة شخص مسيطر تاني حاجة شخصة أناني ما بفكرش غير في النفس وراكب القطر وماشي هو أنا أطلع أنت تنزلي أنا مش علاقة أنت ما تجيش جنبي وحتى ما بيقبلش أن هي تيجي جنبه يعني هي حتى تطلع كده بس يعني إيه تنطحه كده تبقى في نفس المستوى لا أنا أطلع أنا يبقى معي فلوس أنا أبقى حلو أنا أبقى شيك أنا أخرج مع أصحابي أنا أتكلم في القعدة أنت ما تتكلميش أنا أبقى كاريزمة قدام الناس أنت مش لا شكرا